بنتكلم على الدولة المصرية ودور مهم للغاية من كل فروع الدولة المصرية كنا بنتكلم على القوات المسلحة على شرطتنا المدنية بنتكلم على الإعلام حتى بنتكلم على القضاء على المواطنين على وزارة التموين من شوية المحافظين في التنمية المحلية نيجر البرلمان دور البرلمان إيه؟ هل المواطن وانت كنائب في البرلمان هل المواطن حاسس قوي بدور البرلمان واللي بيعملوا البرلمان ولا نوعا ما انتوا يعني الصورة بعيدة عن المواطن طيب دول البرلمان في الانتخابات الرئاسية ولا دول البرلمان عمتا كمشرع دول البرلمان كمشرع طيب هنتكلم عن دول البرلمان المصري يمكن اقول لي ستك على حاجة طبعا مهمون بقضايا الوطن والمواطن طبعا ده عمر طبيعي طبعا وكل النواب طبعا الافواد الموجودين في الشوارع طبعا ليه ان احنا نعرف في الناس طبعا باهمية المشاركة السياسية ولكن دول البرلمان كمشرع وهو الدور المنطبه مجلس النواب هو التشريع والرقابة على أجهزة الدولة التنفيذية الدور ده يمكن نختلف بشكل كل خلال مجلس النواب الحالي يعني مجلس النواب الحالي كم مشروعات القوانين اللي قدمت وتم إصدارها بقانون من جانب مجلس النواب كانش عندنا قانون استثمار ما كانش عندنا قانون تأمين صحي شامل ما كانش عندنا قانون لتنظيم العمل داخل جهاز الإداري للدولة احنا بصادة مناشط قانون محليات قانون العمل الجديد عشان نأمن الشباب اللي بيعملوا في القطاع الخاص وده أمر في غاية الأهمية عدد كبير جدا من القوانين القوانين الخاص بالإفلاس القوانين المشجع للاستثمار داخل الدولة المصرية وده أمر مهم جدا لأن الدولة خلاص بتاستقر وبالتالي أصبح هي ملازل المستثمر اللي هو يجي يستثمر ويدخ استثمرات والانتخابات الرئاسية دي جزء من خريطة جذب المستثمر لأن الانتخابات الرئاسية ونزول أهالينا للتصويت معناه استقرار ودعم للدولة المصرية لما المستثمر من الخارج أو حتى المستثمر العربي أو حتى المستثمر المصري معروف أن رأس المال جبان فمش هيحط ويضع الأموال بتاعته في بيئة فيها اضطراب فيها اضطراب أولا وطبعا كده كده بيبحث عن المكسب لكن مش هيحط الأموال بتاعته في بيئة فيها اضطراب فلازم يطمن أن الدولة المصرية مستقرة مطمئنة ما فيهاش أي توتر وبالتالي نزول المصريين وإتمام العملية الانتخابية هذا الاستحقاق الانتخابي مهم للغاية لجذب المستثمر زي ما هو أيضا مهم لجذب السائح السائح مش هيجي بلد فيها اضطرابات أمني طبعا أنا عايز أروح في مكان أرتاح فيه يعني يمكن أن أقول لي سيادتك الحاجة دي نقطة مهمة جدا يمكن هل نتكلم المستثمر هيجي ليه هيجي النقطتين استقرار على المستوى الأمني ده بند وطبعا الدولة المصرية بتعيش استقرار يعني غير عادي ما بعد 30 يونيو بالفضل طبعا مجهودات قوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية وتكاتف الشعب المصر الجميع لمواجهة الإرهاب والفكر التكفيري النقطة الأخرى على المستوى التشريعي وده أمر في غاية الأهمية ما كانش عندنا قانون الاستثمار فالمستثمر هيجي ازاي على دولة مفاش قانون عشان يحمي حقوقه هو كمستثمر طبعا طبعا دلوقتي أصبح عنده طمأنينة أنه هو يستثمر في مصر أنه أصبح هناك استقرار على المستوى الأمني وهناك تشريع يحمي له حقوقه وبالتالي خلاص أنا خلقت له البيئة في دولة مؤسسات هناك بيئة مناخية دي تسمح له أنه هو يستثمر بشكل كبير جدا في الدولة المصرية ده بيساعد على حاجات كتير أولا احنا بيساعد على النمو الاقتصادي ويمكن احنا يعني تطلعات الدولة المصرية احنا نصل ل7% وده أمر أتوقع إن شاء الله في أقرب وقت ممكن الاحتياط النجد بتاعنا وصل ل42 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر احنا لما كانت الدولة مستقرة تولي 30 عام كنا وصلنا 36 مليار المصريين عام 36 مليار اه اه فرنجي ده 36 مليار احنا بننكلم دلوقتي ما بعد صورتين بتكاتف الشعب المصري ومجهودات كل مؤسسات الدولة وصلنا ل42 مليار ده حدث جلر وإن شاء الله بنكلم على الخير بإذن المولى تعالى جاي احنا بنكلم على حقول ظهر وطبعا خطوة رائعة من دولتنا المصرية إنها أعطت الفرصة للشركات شركات البترول المختلفة إن هي تنقب وإن هي تستكشف آبار أخرى موجودة في البحر المتوسط يا رب الخير يعوم علينا لإن